وانتهت هذه اللجنة برفع تلك الأعلام ووقفت على ألف ومئة وأربعة علم من تلك الأعلام المحيطة بأرض الحرم وبعد أن رفعت تلك الإحداثيات قدرت المساحة للحرم وبلغت خمسمائة وست وخمسين كيلو متر مربع فتلك هي مساحة الحرم هذه المضاعفة أولا هي في صلاة الفر بمئة ألف صلاة صلاة نافلة كما ذكرت بالأمس أولا الأصل الذي نتعامل فيه أمام فضل المكان إذا أطلق لفظ الحرم في نص الشارع فالمقصود به قلنا حرم مكة إذن هذه واحد إثنين حرم مكة ماذا يقصد به يقصد به كل المكان الذي داخل حدود الحرم وداخل أعلام الحرم وداخل أنصاب الحرم فحد الحرم وأعلام الحرم وأنصاب الحرم شيء واحد مصطلح ثلاث مصطلحات لشيء واحد هو الأمر الذي يفصل بين شيئين بين مكانين فهذا الحد ما كان من جهة الكعبة فيسمى حرم وما كان بعد الحد من خارج الكعبة فيسمى حل فكلمة الحرم يقصد بها هذا المكان كله طبعا هذه الحدود أول من وضعها مما جاءنا من العلم الصحيح الثابت إنما هو الخليل إبراهيم عليه السلام وأن الله عز وجل بعث له جبريل ليريه مكان هذه الحدود فجبريل يحدد مكان الحد وجبريل يضع النصب النصب بمعنى الأحجار التي سيعرف بها حد الحرم هذه الحدود جددت على مر التأريخ كلما كان هناك احتياج لتجديدها فجددها إسماعيل عليه السلام بعد أبيه الخليل وجددها قصي وجددها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان من أول أعماله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بعد أن طهر الكعبة من الأصنام وأخرج الصور التي وضعتها قريش لخليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل صورا وضعوها وهما يستقسمان بالأزلام أي كما يفعل أهل الشر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته العظيمة قاتلهم الله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام ويقصد خليل الله إبراهيم وأمر بإخراج تلك الصورة وغسل أي أثر لها من جدال الكعبة في داخلها وفعل ذلك ثم دخل وصلى صلى الله عليه وسلم وكان من أعماله أيضا أن بعث نفرا من أصحابه إلى حدود الحرم ويجدد ما سقط منها وكذلك جددها الصديق من بعده وكذلك جددها الفاروق من بعده وكذلك جددها عثمان من بعده وهكذا ما زال العمل إلى أن كان في هذه الأزمان ما صدر من الأمر السامي بتكوين لجنة شرعية جغرافية تاريخية للوقوف على تلك الأنصاب ورفع أماكنها ووضع إحداثيات لها وفعل ذلك في مدة ثلاثة عشر عاماً وانتهت هذه اللجنة برفع تلك الأعلام ووقفت على ألف ومئة وأربعة علم من تلك الأعلام المحيطة بأرض الحرم وبعد أن رفعت تلك الإحداثيات قدرت المساحة للحرم وبلغت خمسمائة وست وخمسين كيلو متر مربع فتلك هي مساحة الحرم فإذا أطلق لفظ الحرم فالمقصود به ذلك المكان كله هذا هو حد الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عندما منعته قريش أن يدخل إلى مكة لأداء العمرة وكان نزوله خارج الحرم فإذا حضر وقت الصلاة مشى هو ومن معه من أصحابه ودخلوا إلى الحرم وصلوا في داخل الحرم لذلك قال ابن القيم وهذا كالنص الصريح أن الأجر بمائة ألف صلاة في كل الحرم في كل الحرم وهذه المسألة الثانية وهو أن هذا الأجر على قول جماهير أهل العلم أن الأجر بمائة ألف في كل أرض الحرم وإن كان العلماء يقولون أن الصلاة في المسجد الحرام أكثر لما يرى الإنسان من البيت ونظره إلى الكعبة وجماعة المسلمين الأولى فهي أيضاً عطايا أعظم من ذلك أما المائة ألف هي في كل الحرم إذن هذا بالنسبة للفضل أما بالنسبة للنفل فكذلك يعني القول الذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن المضاعف حاصلة كذلك في صلاة النفلي في صلاة النفلي بل ومن العلماء من يرى أن هذه المضاعفة لجميع الأعمال الصالحة من التسبيح والتهليل والأعمال الخيرة من الصدقة وغيرها فهي بمائة ألف وهذا اختيار عدد من العلماء كالإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم الذين قالوا أن المضاعفة إنما تشمل كل عمل صالح في مكة فهي بمائة ألف وأيضاً مما تقرر عند العلماء أن العمل الصالح بمكة مضاعف وهذا لا خلاف فيه لكن خلافهم هل هو بمائة ألف يعني كل الأعمال الصالحة أو لا فإذاً هذا ما يتعلق بقضية المضاعفة بقضية مضاعفة الأجر على الأعمال الصالحة وعلى الصلاة في هذا الحرم والمسجد الحرام ترجمة نانسي قنقر